كل عام يعاني واحد من خمسة أستراليين من مشاكل في الصحة العقلية والنفسية يقدر أن حوالي 45% من إجمالي الأستراليين يعانون من مرض نفسي وعقلي في مرحلة ما من حياتهم يعد الاكتئاب والقلق من أكثر اضطرابات الصحة العقلية والنفسية شيوعاً التي تصيب الأستراليين والناس في جميع أرجاء العالم قد تكون هناك بعض الأعراض الجسدية أيضاً مثل مشاكل في النوم وفقدان الشهية وفقدان الوزن أو زيادة الوزن والصداع وألام العضلات والتعب القلق هو مجموعة من الاضطرابات أحد أكثر الأمراض شيوعاً لدى البالغين هو اضطراب القلق العام مقدمات الوزن بالنزل في حين أنه يمكن لأي شخص أن يعاني من تلك الأعراض فمن المهم معرفة متى تطلب المساعدة إن طلب المساعدة مبكراً قد يحدث فرقاً لأي شخص يعاني من مشاكل الصحة العقلية والنفسية هذا تطلب المساعدة مبكراً هناك الكثير يمكن للأشخاص أن يقوم به بأنفسهم للمساعدة على تجنب الاكتئاب والقلق مثل الحفاظ على روتين جيد، وأخذ قصة كاف من النوم، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعدم الإفراط بالكحول، والبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة، واختيار هواية أو استئناف هواية قديمة إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بخصوص الصحة العقلية والنفسية، يمكنك الاتصال بلايف لاين على 131114 أو بيوند بلو على 1300224636 إن Embrace Multicultural Mental Health تدعم الأشخاص الذين هم من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة، في حالة الطوارئ اتصل بتريبل زيرو